السلام عليكم المرة اللي فاتت ادخذنا لبخنان بخسونال الضمائر الشخصية كانت النوع COD اللي هو الكمبليمون اللي هو ضمائر المفعول المباشر اخذنا منها انواع كانت او النوع معايا كانت هي ضمائر المخطب زي لو نفتكر م وي الجامعة اتحا نو وكمان اخذنا ت وي الجامعة اتحا و وقلنا ان الم تعود علي انا وان نو تعود علينا احنا والت أنت والف أنتم وممكن نستخدمها للمفرد للاحترام حضرتك دي كانت بتستخدم فقط للعاقل واخذنا كمان النوع التاني اللي هو ضمائر الغائب كان عندي ليه المذكر كنا بنياخد اللو وليه المؤنس كنا بنياخد لا اللي اتنين بيتحولهم لا لالأبوسترو في حالة لو الفعل مبدوء بحرف متحرك دي كانوا للمفرد وكمان اخذنا الجامعة بتاعهم كانت ليه كل دي كانت لبخنام بيرسونال سي أو دي طيب النهار ده بناخد النوعي التاني اللي هو بقى سي أو إي اللي غير المباشر عندي برضو ضمائر زيه وبالضبط المخاطبة برضو بيبقى عندي الم والجامعة نو والجامعة نفس الاستخدام طب احنا هنفرق ازاي ان هي دي راكت بقى ولا ان دي راكت بيعتمد اعتماد كله على الفعل بتاع الجملة وهنشوف كده في الأمثلة طيب عندي بقى ضمائر الغائب هتبقى لوي بي للمفرد وعندي كمان لوغ بي للجامعة طبعا هنا السي أو إي كل الدمائر غير المباشر كل النهار ده شغل النهار ده للعاقل فقط لو ادينا أمثلة قلنا كده الأول على ضمائر المخاطبة اللي يم قلنا أو ت أو نو أو يل لأو قول تكيدا لأو قول تكيدا لأو قول تكيدا إن الضمير المخاطب عندي هنا هنا ضمير المتكلم م الضمير هنا عندي إيه م طيب أشوف هنا الفرب هنا يا ترى فرب إيه ده من الأفعال اللي بتاخد خرف جري للمفعول ولا لا ألاقي ألاقي أنه لأو قول من الأفعال مباشرة يبقى إذن المثال اللي إحنا كتبينه ده ده يخص إيه المباشر طيب عايزين نشوف مثال تاني لو أنا عندي ضمير مخاطب بس هيكون هنا إيه لغير المباشر المباشر م تليفون أنا برضو هنا عندي الم آدي ضمير المتكلم برضو ضمير من ضمائر المخاطبة يا ترى هنا نشوف الفرب التليفوني طيب لو أنا جيت مثال كده إلا تليفون آه سونامي أطبح عندي الفرب التليفوني دايما بيطبعوا المفعول بتاعه مسبوء بحرف جر يبقى إذن هنا شعر التليفوني مش من الأفعال الديراكت قمل من الأفعال إيه من الأفعال الان ديراكت من الأفعال غير المباشرة يبقى هنا أنا لو أقارن الجملة الأولى برب إذ دي أقارن برب التليفوني ألاقي إن ضمائر المخاطبة م أو تو أو نو أو لو جيت مع فعل دايما بياخد مفعول ديراكت تبقى هي ديراكت طب لو جيت مع فعل دايما بياخد حرف جر يبقى هنا ضمائر المخاطبة هنا يبقى ضمائر إن ديراكت يبقى الفرق ما بين هنا ما ونو وتو وفو وي الفرق ما بين ما ونو وتو وفو اللي هي سي أو إي بيتوقف على فعل الجملة أظن الموضوع دا كده بقى واضح معنا طيب نشوف بعد كده لو أنا عندي بقى ضمائر للغائب اللي هي لوي أو لور أولاً لازم أن يكون عندي شرط إيه الشرط دا؟ إن يكون المفعول بتاعي عاقل إلا فاغل أ سون بير إيه المفعول اللي عندي؟ إيه المفعول اللي عندي؟ بير أو سون بير طيب ماله دا عاقل وفي نفس الوقت مفرد وفي نفس الوقت مزبوء بحرف جر آ والفعل التاعي من الأفعال الانجيعت يبقى علشان أخطار هنا ضمير يحل محل سون بير هيكون الضمير معايا لوي هلقول كده إيه لوي فاغل هو يتحدث إليه أوي لو أنا عندي الجملة قلت كده إيه إلا فاغل أسامر هنا المفعول المراضي مفرد بس مؤنس يترى إيه البرونوم بيرسونال بداله برضو إيه البرونوم بيرسونال إيه اللي هيحل محل هنا برضو هو لوي نقول إلا لوي طاغل لوي طاغل يبقى من هنا نفهم إن علشان أختار البرونوم بيرسونال لوي الضمير الشخصي لوي لازم أن يكون المفعول بتاعي عاقل ولازم أن يكون المفعول بتاعي مفرد سواء بقى مفرد مذكر أو مفرد مؤنس مش بتفرق ولازم أن يكون الفعلي بتاعي بياخد حرف الجر أصلاً أو بأشكاله يعني ممكن يكون فاغلي أصلاً 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 أو بخوفرسور هنا المفعول بتاعي عاقل بس تمزبوء بحرف الجر أو لما آجي برضو أعوض عنه أعوض عنه بنفس البرلم ج لوي عاغل نفس الكلام علشان أختار يبقى لازم يكون المفعول بتاعي عاقل لازم يكون المفعول بتاعي مفرد سواء مفرد مذكر أو مؤنس الفعل التاعي بيتبعه حرف الجر A أو O طبعاً A تيجي يأتي تتبعها صفة من صفات الملكية أو صفة من صفات الإشارة أو أداة معرفة لا أو إلا أبوستروف أو حرف الجر O وده بيتبعه مفرد مذكر فقط أظن دا كده مفهوم طيب لو استبدلنا بقى المفرد بالجمع لو استبدلنا المفرد بالجمع يبقى ساعتها هيكون عندي مين لغ البرونوم برسونال عندي هيكون هنا لغ يعني لو اديت نفس المثال بس خليت الكمبل مو بتاعي في البلوريال جو فاغل آ مزامي هنا المفرد بالجمع مزامي ومزبوء برضو بحرف الجر مين هنا برضو حرف الجر آ وبردو عاقل ساعتها البرونوم برسونال عندي هنا هيبقى لغ يبقى نقول كده جو لغ باقل ناخد بالنا ان لور هنا ممكن حد يقول لي ما هي شبه صفة الملكية لور ايوة فعلا هي تشبهها في الكتابة ولكن دي بخنوم والتانية adjective possessive صفة ملكية طب اميز ما بينهم ازاي؟ اميز ما بينهم ان دايما زي ما قلنا المرة اللي فاتت اعرف ان البرونوم امتى؟ لما يجي وراه طب اعرف انه هو اداة سواء اداة ناكرة اداة معرفة صفات ملكية صفات اشارة لازم ان يكون يجي بعديها اسم ممكن هنا اقول جو فارل ا لور هي لور زمي هنا انا اتحدث الى اصدقاؤهم من المفعول عندي هنا امي ناخد بالنا مسبوء هنا بايه؟ مسبوء بصفة من صفات الملكية اللي هي من لور طيب عايزين بقى نعوض عن امي هنا برضو نفسي جملة اللي فوق يبقى الجو هنا المرة دي لور بقى 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 لور فاغل يبقى في المثال الدوت جبنا صفات ملكية لور علشان نفرق ما بينها وما بين لور البورنم وفي نفس الوقت عوضنا عنهم بلور ليه؟ لان لور هنا جمع طيب ننقل بقى للملاحظات الاستثنائية اللي موجودة في كتاب جنيال احنا بنشتغل يا جماعة من كتاب جنيال انه كتاب ممتاز جدا طيب هنا بيقول لي ايه؟ ادي اول واحد عندي اهو اللي وي بيحل محل مفعول عاقل غير مباشر مفرد يعني مذكر او مؤنس مزبوء بحرف الجر هو هنا جايب لي الاشكال كلها عشان لو طرحت قدامي يبقى انا فاكرها كلها آل وحدها بيجي وراها اسم عالم آلي آمونة آلا بيجي وراها مفرد مؤنس آلا بصرو بيجي وراها اسم مبدوء بحرف متحرك أو أو بيجي وراها دايما اسم عام مذكر طيب عاطيني هنا الامثلة تشي تليفون أستون كوبا وي جلوي تليفون عوضت هنا عن تون كوبان بإيه بلوي ليه لأن توفرت فيها نفس المواصفات ونفس الشروط إيه المواصفات اللي عندي اللي مطلوب مني أول حاجة المفعول بتاعي عاقل تاني حاجة المفعول بتاعي مذبوء بحرف جر آدي أو آدي حرف الجر ومفرد يبقى على طول مين لوي تمام هنا المرة دي مفرد بس مؤنس نفس الإجابة يبقى إذن سواء مؤنس أو مذكر هو البخنون بتاعي بيبقى لوي تمام نشوف الملاحظات بقى التانية هنا بيقولي إنما لو دايماً هنكون ملاحظين حرف الجر يا إما آ يا إما إي أو تلب لغيال جو دون دي فلور أنا بدي الظهور آ مي بارون لاحظت دايماً الأو بيتبعها صفة من صفات الملكية أو صفة من صفات الإشارة وهكذا بارون كده جمع يبقى هنا على طول بتاعة الجمع العاقل عندي لور جو لور دون دي فلور لاحظتوا هنا دايماً ما كانوا فيه زي ما قلنا المرة اللي فاتت ونفعل واحد دي بقى بالفعل هنا برضو جمع الفربي بتاعي يرسل هنا في الجزئية دي أو في الجدول دا مريحني جداً 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 لأنه هو جمع لي تقريباً الأفعال اللي بتاخد حرف الجر وبتكون المفعول بتاعها دايماً بيكون مفعول عاقل فبالتالي أول عيني حتى لو ممكن يكون في جملة السؤال مش واضح كلمة أو مش واضح حرف الجر فبمجرد ما أنا أشوف الفرق على طول أخطار لو أنا بتكلم عن مفرد يبقى أخطار لو أنا بتكلم عن جمع يبقى أخطار الأفعال اللي عندي هنا خَح مفعول إِنْتَرْدِيْرَ أَعْرَيْرَ أَعْرَيْرِ أَعْرَيْرَ أَعْرَيْرَ croление يُسْرِرَ أَعْرَيْرَ أَعْرَيْرَ أَعْرَيْرَيْرَ أوي آغَانَ 베مَصٰى أَعْرَيْرَ فلا طب بس ناخد بنا بس في ملحوظة اني فربي كونسي لازما نكمل الجملة بفعل تاني هيكون الفعل التاني ده مسبوء بالد ليل ان انا بنصح هنا معناه ينصح بنصح فلان بأن هنا أنا نصيحتي المين من المفعول بتاعي يبقى النصيحة هنا بنصحهم بإيه انهم يدرسهم او يذكرهم درسهم طيب برضو هنا بنستخدم ممكن بدون حرف الجر يعني لو أنا مش بنصح بحاجة هنا أنا بقول أنا دايماً بدي نصيح لابني ما قلتش إيه هي النصيح دي طيب هنا على طول بنستخدمه طالما مدتش النصيحة فأنا بستخدمه من غير حرف الجر ا طيب هنا برضو حصير لي بقى أفعال دايماً بتاخد مفعولين واحد دي راكت واحد مباشر والتاني ان دي راكت غير مباشر طيب ايه دي راكت دا دايماً المباشر دا دايماً بيبقى غير عاقل دايماً غير عاقل لشان ناخد بالنا لو احنا بنختار ضمير شخصي هنشوف ايه اللي ناقص في الجملة المفعول التاني بيبقى هو المفعول العاقل اللي هو بيبقى مسبوق بحرف الجر ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ابو سطرف لو انا هنعوض عن العاقل في الحالة دي هختار لو بي او لور لو انا هعوض بضمير شخصي عن المفعول غير العاقل يبقى ساعدها أختار بقى لو لو كان مذكر لا لو كان مؤنس ليه لو كان جامع طيب نشوف حصري للأفعال دي أنا عندي أهو الفعل HT بيشتري حاجة A لحد تلاحظ كده أن المفعول الأولاني هيكون دايماً direct لغير العاقل والمفعول اللي بعد حرف القرى يكون هو العاقل يبقى دول معاي 26 يبقى إيه الفرق ما بين دول وما بين الـ 12 verb إيه اللي فوق دا دايماً بياخد مفعول واحد تمامه؟ بيبقى هو دا العاقل فقط يبقى دا بنعود عنه لو كان مفرد لوي لو كان لور جمع لكن دا بناخد بالنا إيه الجزء اللي ناقص في الجملة اللي إحنا هنعود عنه لو هنعود عن العاقل يبقى يا لور لو هنعود عن غير العاقل يبقى أي يبقى برونوم للا اللي أبسطرف ليه حسب تمام طيب هنا بيقول أنا بكتب هذا الإيميل هنا أنا هنعود عن مين؟ أنا هنعود عن من أونكل تمام؟ يبقى اخترت إيه؟ هنلاحظ دايماً هيبقى هنا عندي مكان الفراغ اللي أنا باختر عليه وهبص كده لو أنا لقيت غير العاقل موجود بعد الفعل يبقى أنا كده هنعود عن العاقل يبقى ساعتها أختار لوي أو لور لو كان للجمع طيب لو أنا هختار لو أنا عندي هختار بدل سمل يعني سمل المفعول الغير العاقل مش موجود يبقى أنا ساعتها هنعود عنه بإيه؟ يبقى أنا هكتبها كده أي ج لو أنا بصيت كده سمل مذكر يبقى ج ل أنا ممكن أخطار أو أعود عن الاتنين ممكن أعود عن العاقل وعن غير العاقل بس في تتابع الضمائر أحط مين؟ أحط الديراكت الأول أحط الضمائر المباشرة الأول اللي هيعود عن سمل الضمائر الشخصي ل طيب وبعد كده أحط الشرطة عشان أعود عن العاقل بقى أعود عن العاقل بهين بمين؟ بالوي يبقى ج لوي كري نفس الكلام أنا بحكي الرحلة بتاعتي لابن عمي برضو نفس الكلام أدي هنا فين؟ فين الدمير؟ اللي هيعود عن العاقل؟ الدمير عندي الوي هيعود عن مين؟ هيعود عن مونكوزين طيب لو أنا عايزة أعود عن مونفوياش هيبقى زي المثال اللي إحنا لست كاتبينه من شوية لو يبقى لو هنعود عن غير العاقل أشوف كده مذكر يبقى الوي مؤنس يبقى لو طيب لو هنعود عن العاقل يبقى لو مفرد يبقى الوي طيب لو جمع يبقى الوي أظن كده واضح جدا طيب هنا عندي بقى جشت ديفت مون طيب أنا ممكن الجملة بس أختفي يعني أكتفي بي أن أنا أعبر عن مفعول واحد بس طيب لو مفعول واحد بس يبقى أعتقد أنه هو هيكون غير العاقل جشت أنا بشتري لازم أقول بشتري إيه يبقى هنا غير عاقل جشت ديفت مون جشت ديفت مون طيب بقى إذا هنا غير عاقل طيب لو قلت كده جشت ديفت مون أميزون فون هنا بقى بقى الجملة فيها مفعولين غير العاقل هو اللي هيجي الأول وبعدين العاقل هيجي بعدين أميزون فون لو هعود بالترتيب هعود بالمباشر الأول وبعدين هعود بغير المباشر طيب لو قال لي بقى هنا نفس الكلام اللي أنا بقوله وإنه من شوية لو عندي هستخدم الضميرين بقى المدرس هيشرح الدرس أدي كده الدرس هو المفعول الأول بتاعي اللي هو غير العاقل والمفعول التاني المفعول التاني اللي هو العاقل مسبوق بحرف الجر طيب جمع يبقى لور طيب المفعول الأولاني مباشر ومؤنس ومفرد يبقى لور البروفيسور لا أدي بدال الأولاني لور أدي بدال التاني اكسب ليك جه الفعل بعدي يبقى أنا بحط بالترتيب مباشر الأول وبعدين الآن دي راكت الغير المباشر جنب منه طيب هتقدم إيه؟ هتقدم الجاتو أدي أول مفعول كده غير العاقل طيب لمن؟ أوزن في تي أدي العاقل طيب برضو جمع يبقى وي جو في لي بدال الأولاني ولور للتاني وبعدين الفعل بتاعي في المصدر أفريح طيب هنا لأ عندي بقى لو عندي م أو نو أو تو أو فو دايما تأتي دائما وبعدها الضمير التاني يبقى لازم أن أنا أبدأ بيها الأول يبقى ضمائر المخطبة في ترتيبها تكون هي الأول بعدين أجيب الضمائر اللي بعدية المباشر وحتى لو عندي كمان ضمير غير مباشر فيأتي ضمائر المخطبة بالترتيب كده الأول وبعدين المباشر وبعدين حتى لو عندي لوي أو لور حنكتبها بعدي بعدتلي الدعوة وي جت لنفع بار إيميل أو بعدتها لك بالإيميل يبقى تو هنا المخطبة وبعدين اللي أبوسترو في هنا عيدة على مين عيدة على الانفتاسيون نبيل تو دون لو ستيلو نبيل داك الألم وي إل م أنا لو هنا عيدة على مين عيدة على لو ستيلو وهكذا تمام عندي بقى ضمائر المو والنو طبعا دي للمتكلم أو التو والفو طبعا دي للمخاطبة وإحنا قلنا فو يا جمع يا مفرد لإحترام ممكن زي ما قلنا في بداية الشرح ممكن تعود لمفعول مباشر أو غير مباشر إيه اللي فيصل عندي هنا فعل الجملة المو تليفون هنا هو بيتصل بي فالتليفون دايما بداخد حرف الجر بي يبقى مو هنا هنا ان دي راكت غير مباشر المو فليسيت فليسيت يعني بيهنئني يهنئ يهنئ شخص يبقى هنا مو هنا دي مباشر طيب لو كنا فهمنا الدرس معنا هنا مجموعة الإجزارسيس ده مفكروا فيه وهنشوف حلو مع بعض الحصة الجاية ان شاء الله الإجزارسيس صفحة 155 في كتاب جينيال شرح اللغة الفرنسية شوفكوا على خير الحصة الجاية ان شاء الله أروفوا شكرا لكم شكرا لكم لكم ترجمة نانسي قنقر